السلام عليكم أصدقائي متابعي قناة كرة الزهبي في فيديو اليوم رح نحكي عن المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم مونديال قطر 2022 وعرب وافريقيا بالأمس كنا عم نشهد ملحمة كروية في تصفيات الافريقية عرب وافريقيا منتخبين عم يتأهلوا لكأس العالم ومنتخبين عم يطلعوا من التصفيات جزائر بجدال تحكيمة مصر بعد توجيه الليزر أو الضوء على لاعبين منتخب المصري لأسف ما شفنا يعني أنا هذا اللي استغربته ما شفت لعبين مصر ومنتخب مصر عم يعترضوا على هذا الشيء وهذا الشيء مستغرب قبل ما مفوض بالتفاصيل دعموا للفيديو بلايك كومنت تفعيل زر جرس ولا عم يحضرنا ما اشترك ملنا يشترك بالقناة اتمنى تشارك الفيديو للأصدقاء لنوصل لأكبر عدد ممكن عشاق الرياضة وعشاق المنتخبات العربية كأس العالم مونديال قطر خلينا نبلش بالمنتخبات متأهلة كنا عرفنا بقارة آسيا تأهل يعني اذا بنشوف قارة آسيا نحكي بشكل سريع ما انو حكينا اكتر من فيديو قارة آسيا من بين كل المنتخبات فقط المنتخب السعودي كانت تأهل لكأس العالم كمتصدر للمجموعة تخيلوا وبقى المنتخبات للأسف عم تفشل بالتأهل لكأس العالم المنتخبات العربية بآسيا عم تتراجع عم تتراجع جدا بالاضافة لقطر صاحبة الارض اذا طارت آسيا سعودية وقطر فقط سيتأهلوا لكأس العالم او تأهلوا لكأس العالم مونديال قطر ٢٢٢٢ مثل ما حكينا قطر صاحبة الارض بالنسبة لعرب وافريقيا كان عندنا بالامس اربع منتخبات نحن متأملين فيهم اللي كانوا تونس المغرب مصر الجزائر يعني كانت توقعات عم تقول انه ممكن الاربع منتخبات يتأهلوا او ثلاثة من اربع يتأهلوا اسوأ تقدير انما اللي عم يصيح شي مؤسف بس اللي عم يصيح شي مؤسف يعني من اربع منتخبات عم تنافس حتى اهلوا لكأس العالم عرب وافريقيا عندك بس تونس كان عم يتأهل بمباراة صعبة المغرب عم يتأهل بمباراة سهلة مصر عم يطلع ويخسر المباراة امام السنينقال بركلات جزائر بمباراة غريبة عجيبة دخلة التاريخ جزائر بفضيحة تحكمية كان عم يطلع ويخسر امام الكاميرون فضيحة تحكمية اذا منحكي عن مباراة جزائر والكاميرون والتفاصيل اللي صارت بالمباراة جدل تحكمية مباراة كبيرة للمنتخب الجزائري انا بعتبر المنتخب الجزائري من اقوى المنتخبات العربية كانت ممكن توصل لكأس العالم اخسارة كبيرة للاسف خلينا نبلش بقول المباراة اذا تونس المغرب الى كأس العالم الف مبروك خروج مصر والجزائر هاردلاك منتخب المصري يعني كان مفروض ان يقدم عمل اكبر من هيك خاصة مع المدرب كيروش ما كان عم يقدم اي اضافة للمنتخب المصري تم تقالته او تم انتهاء عقده حسب الشرط انه مع انتهاء التصفيات المدرب تخلص مهمته كيروش يعني لا يستاهل ان يكون ما بيستاهل يكون مدربة للمصر خلينا نبلش بالمباراة الاولى اللي كان عم تجمع السنغال ومصر المباراة كان عم تتهي بهدف مقابل هدف مجموع المبارتين طبعا هدف ومقابل هدف مباراة عم تتجي لركلات الترزيح بالزهاب كان منتخب المصر عم تفوق بهدف مقابل لا شيء بالقياب السنغال عم يفوق بهدف مقابل لا شيء شناوي حارس منتخب مصر عم يعمل مباراة كبيرة يعن يانقذ اكتر من كرة يعني بسبب الحارس كان منتخب المصر عم يوصل لركلات الترجح بركلات الترجح شو اللي عم يصيح لشيء غريب بداة من محمد صلاح هم يستعد لتنفيذ الركلة الاولى حارس المنتخب السنغالي كلنا منعرفوا مين دي حارس الرائع حارس رائع هم يستعد محمد صلاح ليستدل الكرة الاولى هم يتوجه الليزر لتشتيت تركيز محمد صلاح بالكرة الاولى كان محمد صلاح يعني هلا في بعض الاشخاص بالقول لك مو معقول الليزر او الضوء يشتت تفكير لعب هاي هذا وقت حساس لازم يكون لعب مركز مية بالمية ليسجل الكرة والدليل انه محمد صلاح ما صاب الهدف اصلا يعني لو متفوق او متقلق حارس المنتخب السنغالي مندي متصد الكرة كنه قلنا انه محمد صلاح ما كان عم يصيب المرمى ابدا يعني الطابب العالي فكان على محمد صلاح قبل تزديد الكرة وقف له الحكم انا ما عم يقدر يشوف يعني انا ما نشايف فكان الحكم بيقدر يوقف ركلات الترجيح الى ان يتم استبعاد الليزر او الضوء انما انا استغربت انه لاعبين مصر ولا لاعب مع انه محمد صلاح محترف ما كان عم يعترض لهذا الشيء كان عم نفيد ركلة الجزاء كرة بالعالي لحسن ان حظ كان المنتخب السنغالي عم يهدر الكرة الاولى رجعنا نحن شفنا احمد سيد زيزو كمان عم يهدر الكرة كمان نص الطريقة ما كان عم يصيب المرمى ابدا ابدا ما كان عم يصيب المرمى كرة خائر الخشبات التلاتي دليل انه اللاعبين عم يفقدوا التركيز بسبب الليزر او الضوء رجع سجل هدف الركلة التالتي لحسن حظ كان منتخب مصر عم السجلة انما عم ترتطن بالعرضة وتفوت يعني بصعوبة بصعوبة مصطفى محمد عم يرجع يهدر الكرة الرابعة للمنطخب مصر تقلق مندي حارس المنطخب السنغالي والمباراة عم تنتهي بتفوق السنغال بركلة الترجيح ثلاثة واحد مبروك للسنغال او ما مبروك للسنغال هارد لك للفراعني هارد لك للمنطخب مصري انا اتمنيت انه يتاهلو كسنا بس انما يعني الامانة شوف المباراة بشكل عام الامانة مدرب منتخب مصري ما عم يقدم اي شيء باستثناء اخر ربع ساعة وعشر داعي من المباراة كان منتخب مصري ملعب اداء رائع ما بعرف انتو شو عم تستنوا انتو شو عم تستنوا اذا قادرين تلعبوا منعرف منتخب السنغالي قوي انما انت عليك تحاول انت امام مباراة مفصلية للاسف هارد لك للفراعني هارد لك للمنتخب المصري المباراة التالي كانت عم تجمعها الجزائر وكاميرون ظلم تحكيمة ظلم تحكيمة بين المباراة الزهب كانت تنتهي بهدف مقابل لشيء للجزائر الكاميرون عم يتقدم بهدف المنتخب الجزائري بدأ متقدم بهدف هدف الزهب هدف بالقيمة المباراة عم تتجه للوقت الاضافة شط الاول اضافة بينتهي بدون اهدف شط اضافة الثانية المباراة افضلية كاملة للجزائر عم تحضر منتخب جزائري رائع للامانة رهيب مرعب كان ممكن باي لحظة يسجل هدف ودائما عم يهدر فرص بداية 118 لعم المنتخب الجزائري عم يسجل هدف المباراة عم تصير بهدف مقابل هدف منتخب الجزائري رسميا الى كأس العالم بعدها 3 او 4 دقائق يعني عم نحتفل بتأهل منتخب الجزائري هدف الكاميرون بداية 124 بداية 3 او 4 من وقت بدل ضائع والحلم عم ينتهي النتيجة عم تصير بهدفين مقابل هدف واحد للكاميرون فارق الهدف الكاميرون عم تأهل لكأس العالم جزائر خارج مونديال قطر للاسف للاسف يعني انا كنت متمنى ان نشوف منتخب الجزائري بكأس العالم كان راح حقق الهداج اللي صار بالمباراة ظلم تحكيمة قبل بشوط الاول اضافة بداية شوط الاول اضافة كان المنتخب جزائري عم مسجل هدف صحيح حكم عمل غيب بداية لمس اليد او هدف غيش شرعي ومرأناها رجع للا الفار ومش الحال وتأكدت انه لمست يد مع انه لمست اليد غير واضحة بالنسبة للمنتخب الجزائري بعد بتلاية اربع دقائق ركل الجزاء واضحة للمنتخب الجزائري واضحة يا جماعي اللي يحضر المباراة لاعب المنتخب الكاميروني عمل مسجل كرة بقلبة 16 الشيء المفاجئ ان الحكم ما عم يرضاي يرجع لالفار وعم يعترضوا لاعب من المنتخب الجزائري والمدرع عملوا رجع لالفار ما بدي يرجع لالفار قالوا خلص ما فيه ركل الجزائري فالأمانة منتخب الجزائري كان عم ينظلم تحكيميا وعم ينظلم يعني من ناحية الحظ بمباراةه امام المنتخب الكاميروني كان يستحق التأهل لكأس العالم هارد لك للجزائر ما مبروك للكاميرون كان تجمع المغرب والكونغو المغرب كان تفوق بأربع اهداف مقابل هدف واحد يعني التفوق من منتخب المغربة كبير وواضح مبروك للمغرب تأهل لكأس العالم المباراة الرابعة كانت عم تجمع تونس ومالي تونس كان عم يتفوق بالزهاب بهدف مقابل لشيء مباراة اليابة عم تنتهي بدون اهداف مباراة صعبة صح بدون اهداف ان مباراة صعبة كانت على المنتخب التونسي صعبة جدا كان عم يعاني المنتخب التونسي أمام منتخب مالي مبارا عمد انتهى بدون أهداف مبروك لتونس إذا المنتخبات العربية تأهلت من قارة أفريقيا تونس المغرب مبروك إن شاء الله بتشارفونا بالمونديال قطر خروج مصر للأسف والجزائر من قارة أسمة محكمة تأهل السعودية قطر صاحبة الأرض بانتظار ملحق الأسفل للمنتخب الإماراتي لازم يواجه المنتخب الأسترالي بعدين الرابع أمريكا الجنوبية مهم شوي صعبة إنما بالتوفيق للمنتخب الإماراتي العربية لحد الآن أربع منتخبات عربية نحن بمونديال قطر كأس العالم أكيد عبر فيديوهاتي رح ندعم منتخبات العربية ونشجعون منتظار القرعة إن شاء الله بنهاية الفيديو اليوم لايك كومنت في عيزة جرس ولا عميحضرنا ما يشترك ما نشترك بقناة من دائما نضلو أخير سلامة